تالت نصيحة بقى كان موضوع اتكلمت عنه الحلقة اللي فات وقلت ان انا هكلمكم عنه عن مكسبات الطعم الحقيقة ده موضوع كبير اوي يعني موضوع كبير اوي وموضوع مش شائك ولا حاجة بس هو موضوع كبير لانه الموضوع فيه حاجات مظبوطة وفيه حاجات شريرة جدا يعني في دول كتيرة جدا بيكون فيه الزام الزام ان اي مادة غزائية كده بسكوت عصير حلويات بتاع لازم يكتب المكونات بتشوفوا كده بتمسكوا البتاع تقروا المكونات صح كده لكن فيه بلاد تانية ما بيعملوش كده بيتحايلوا على الموضوع ما بيكتبوش الحاجات دي وبتتبعوا وهكذا هتقولولي تب ما فيه رقابة اه طبعا بس المسائل دي بتبقى فيها فلتان كده من الرقابة في ده في كل دول العالم على فكرة فانا عايز اقول لحضراتكم اني فيه مواد محددة اذا لقطوها يعني وانتو بتقروا كده ابعدوا عنها على طول زي ايه زي مادة اسمها اي مية هتلاقوا كلمة اي حرف اي مية واي مية واثناشر واي مية سبع عشرين خلاص واي متين وعشرين واي متين سبع عشرين دول هتلاقوهم في البسكوت وموجودة فين بقى في الحلوات الطرية تمام كده الحلوات الطرية اللي هي زي الجيلي والحاجات اللي بيجيبوا العيال كده على طول الاطفال وتلاقوهم بيبعوه في الكشاك وحاجات زي كده عودوا يأكلوا فيها المواد دي خطر المواد دي خطر قوي برضو فيه مادة تانية اسمها اي مية وخمسين دي بتضاف لبعض المشروبات الغازية فيه مادة تالتة اسمها اي مية وثانية 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 اسمها بتؤثر سلبيا يعني مكسبات الطعم والحاجات دي كلها بتؤثر سلبيا إيه خطورتها بتأثر جدا على مراكز مهمة أو في المخ زي مراكز التركيز ومراكز انتباه الحركة وبالتالي كسر التناول هذه المواد عند الأطفال مثلا غير بقى التساوس وغير بقى زيادة الوزن وغير وهكذا لا دي بتؤدي المشاكل في التركيز فعلا وممكن تعمل فرطة حركة وتعمل سلوك عدواني عشان كده العيال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير الأطفال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير المقارمشات والحاجات اللي هي الجيلي والحاجات اللي مش عارف إيه والبسكوتات كده المجهولة دي والحاجات دي كلها بيكونوا عندهم قابلية أكتر لنقص التركيز وفرط الحركة وتشتت الانتباه فأرجوكم أرجوكم أرجوكم ابعدوا الحاجات دي عن إيدين ولادكم